الحمد لله الحمد لله الذي أكرمنا بالإيمان وأنعم علينا بالأمان والاطمئنان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أيها المؤمنون إن حب الوطن فطرة فطر الله عز وجل عليها عباده وسنَّة غرسها سبحانه في خلقه فالوطن هو المكان الذي يولد فيه الإنسان وينشأ على ترابه وينعم بخيراته ويعيش فيه أجمل ذكرياته ولقد قدَّم لنا سيدنا ونبينا محمدٌ صلى الله عليه وسلم أنموذجًا راقياً في حبه لوطنه فكان صلى الله عليه وسلم إذا قدِّم من سفر فأبصر المدينة أسرع إليها من شدَّة تعلُّقه بها وحنينه لها وإن من دلائل حب الوطن أن نسعى إلى كل ما يُحقِّق رفعته ويعزز حضارته فيجتهد كل منا في عمله ويلتزم في وظيفته ويقوم بالواجبات المنوطة به بكل أمانة وإخلاص يبتغي بذلك وجه ربه جل وعلا ومرضاته سبحانه وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم ومن دلائل حب الوطن الولاء لقيادته واحترام قوانينه وأنظمته وكل يُحافِظ على وحدته وكل ما يُحافِظ على وحدته والعمل على حماية مكاسبه وصيانة خيراته ومُقدراته والتمسُك باقتقاليده وعاداته التي عاش عليها الأجداد وحافَظ عليها الآباء عباد الله إن مما يُبرهن به المرء على حبه لوطنه الدعاء له بالخير والرفعة والحفظ والمنعه اقتداءً بهدي الأنبياء عليهم السلام فقد دعا سيدنا إبراهيم عليه السلام لوطنه قائلا رب اجعل هذا بلدًا آمِنًا وارزق أهله من الثمرات ودعا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لوطنه فقال اللهم بارِك لنا في مدينتنا اللهم بارِك لنا في مدينتنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه فاللهم اجعلنا في محبة الوطن مخلصين وفي رفعته مجتهدين ووفقنا لطاعتك وطاعة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وطاعة من أمرتنا بطاعته عملا بقولك يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه والتابعين أيها المؤمنون لقد وهبنا الله تعالى وطن الإمارات من خيرة الأوطان خيره مشهود وعطاؤه ممدود ونحن أمناء عليه مسؤولون عنه كل من موقعه فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سائل كل راع عن ما استرعاه أحفظ أم ضيع وإن من حفظ الوطن السهر على حراسته وبذل كل غال ونفيس من أجل حمايته فحراسة الأوطان قربة إلى الرحمن قربة وأي قربة إلى جنة الرضوان فقد قال صلى الله عليه وسلم عيناني لا تمسهم النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله وقد قال والدنا الشيخ زايد طيب الله ثراه إن الوطن ينتظر منا الكثير فعلينا أن نكافح ونحرص على دفع مسيرة العمل في هذا الوطن والدفاع عنه بنفس الروح والشجاعة التي تحلى بها أسلافنا ومن مسؤوليتنا تجاه الوطن أن نربي بناتنا وأبناءنا على حبه ونغرس فيهم قيم الولاء والانتماء له وندعهم ونُعدهم للدفاع عن تُرابه والذود عن حياضه وحماية مُكتسباته وإنجازاته وقد فتحت القيادة الرشيدة للشباب ذكورًا وإناثًا باب الشرف والرفعة والسمو والكرامة بالتحاقهم بالخدمة الوطنية فهي مدرسةٌ عظيمة تعزز فيهم الانضباط وعلو والهمة والصبر والقوة لتبقى دولة الإمارات العربية المتحدة عزيزةً قوية شامخةً أبية متلاحمةً متماسكة هذا وصل اللهم وسلِّم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارضَ اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين اللهم وفِّق رئيس دولتنا الشيخ محمد بن زايد لما تحبه وترضاه اللهم وفِّق نوابه وإخوانه حُكام الإمارات ووليَّ عهده الأمين اللهم أدِم على دولة الإمارات الاستقرار والرقية والازدهار اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والقادة المؤسسين والشيخ مكتوم والشيخ خليفة بن زايد اللهم أدخلهم بفضلك فسيح جناتك واشمل اللهم شهداء الوطن برحمتك وغفرانك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وجميع أرحامنا ومن له حق علينا اللهم ارحم المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا تحيي به البلاد وتسقي به العباد اللهم غيث الأمطار في أوطاننا وغيث الإيمان في قلوبنا اللهم إنك تقول للمزنِك فيكون فتسقي به العباد يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين عباد الله أذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين